السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله حساس سرعة محرك العمود المرفقي او حساس الكارنك كيف يعمل يعد مستشعر العمود المرفقي المعروف ايضا باسم مستشعر سرعة المحرك او حساس الكارنك مكونا مهما في نظام ادارة المحرك الالكتروني للمركبة فهو يقيس سرعة دوران عمود الكارنك وهو مكون المحرك الرئيسي المسؤول عن تحويل طاقة المكابس الى حركة دورانية والتي تعمل على تشغيل السيارة هذه هي الطريقة التي يعمل بها مستشعر العمود المرفقي حساس الكارنك الموقع يقع حساس العمود المرفقي عادة بالقرب من الكارنك نفسه اما في الجزء الخلفي من المحرك بالقرب من دولاب الموازنة او في مقدمة المحرك بالقرب من بكرة العمود المرفقي يسمح هذا الوضع للمستشعر باكتشاف دوران عمود الكارنك الحساس المغناطيسي تستخدم معظم حساسات عمود الكارنك مستشعرا مغناطيسيا لاكتشاف الحركة عادة ما يكون العمود المرفقي مزودا بسن معدني واحد او اكثر بينما يحتوي المستشعر على مغناطيس دائم عندما تمر اسنان العمود المرفقي بالمستشعر فانها تزعج المجال المغناطيسي للمغناطيس مما يؤدي الى حدوث تقلب في الجهد الكهربائي الناتج عن المستشعر الاشارة الكهربائية يتم تحويل تذبذ بالجهد الكهربائي الى اشارة كهربائية بواسطة المستشعر يتم بعد ذلك ارسال هذه الاشارة الى وحدة التحكم الالكترونية في السيارة والتي تفسرها لتحديد سرعة دوران العمود المرفقي بناء على هذه السرعة يمكن لوحدة التحكم الالكترونية ضبط خليط الهواء والوقود وتوقيت الاشعال ومعلمات المحرك الاخرى لضمان التشغيل الامثل الغرض يعد مستشعر العمود المرفقي ضروريا للعديد من وظائف المحرك بما في ذلك التحكم في الاحتراق وادارة الطاقة والتحكم في الانبعاثات وناقل الحركة الاوتوماتيكي فهو يسمح لوحدة التحكم الالكترونية بمراقبة سرعة دوران المحرك في الوقت الفعلي واجراء التعديلات اللازمة لتحسين اداء المحرك وكفاءته باختصار يعمل مستشعر العمود المرفقي باستخدام الاختلافات في المجال المغناطيسي ناتج عن اسمان العمود المرفقي لتوليد اشارة كهربائية والتي يتم تفسيرها بعد ذلك بواسطة وحدة التحكم الالكترونية لمراقبة سرعة دوران المحرك وللتحكم فيه وهذا يسمح للمحرك بالعمل بكفاءة اكبر منا يقلل الانبعاثات ويحسن الاداء العام للمركبة لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله